السلام عليكم في الحال مكسرقة مزوعة من الفيديو في القناة سلسلة لعبين سترتفع طاقتهم من لعبة فيفا 18 فأتمنى بلما نبدأ من بزر لك تشترك بالقناة ما كنتمشترك فكل عادة يعني عنا لعبين جدا خرافين بيها الحلقة فخلينا نبدأ من لعب الاول عنا واللي هو والفريتزاها فمتل ما انشايفين والفريتزاها صراحة من افضل لعبين الشباب يعني بالموسم الماضي ما رح نقول شباب يعني لكن لسه يعتبر عمره صغير 24 سنة بس فتقييم الموسم الماضي 7.39 لعب 35 مباراة وشارك بمبارتين كبديل حوالي 3200 دقيقة لعب سجل 7 أهداف وصنع 11 هدف معدل مراوغات عالي جدا عند اللاعب 4.1 عنده دقة تمرير يعني تعتبر جيدة 79.7 معدل تزديد 1.4 حصل على الرجل مباراة 5 مراته أو تقوته فيفا 17 أو طاقته فيفا 17 طبعا 79 اللاعب ما زال عمره 24 سنة وطوله 180 سنتيمتر فبتوقع نفيفا 18 رح يكون ريتك عنده 81 فعنده سرعة اللاعب عنده سرعة فشوفت انه سرعة سرعة 90 بتكون مناسبة جدا لدريبل 87 الشوت 73 والبساط 72 يعني طاقت مناسبة جدا بالنسبة اللاعب اللاعب عنده دريبلينج يعني متل ما شفتم معدل المراوغات بال 4.1 فيعتبر معدل جدا عالي بالنسبة للعب وخاصة انه يعني ما ميلعب بهالنادي الكبير كريستال بلاس لكنه مقدم اداء جدا ممتاز مع نادي كريستال بلاس فهذا بالنسبة للعب الاول ننتقل على اللاعب اللي بعد عنه اللي هو سأقولني جويز طبعا سأقولني جويز من افضل اللاعبين الصراحة يعني باتلتك ومدريد الموسم الماضي نقدم اداء جدا خرافية لكن للأسف الاعلام مو معطي اللاعب حقه يعني الاعلام مو منصف اللاعب ما بعرف ليش فتقييم الموسم الماضي 7.28 لاعب 49 مباراة وشارك بسة مباراة كبديل حوالي 4000 دقيقة لعبة فسجل اداشر هدف وصنا 4 هدف عنده دقة تمرير 77.3 معدل تمريرات مفتاحية 0.6 متوسط تمرير حوالي ستة وتلاتين تمريرة بالمباراة الواحدة حصل على الرجل المباراة اربع مرات وقوته فيفا 17 طبعا 80 اللاعب ما زال عمره 22 سنة وطوله 181 سنتيمتر اللاعب يعني لسه سنه صغير فبتوقع ان فيفا 18 راح يكون عنده 82 بيستاهل سأول يعني اداء جدا ممتاز واللاعب خفيف يعني بتحس انه خفيف بالملعب واللاعب متكامل يعني عندك دفاع عندك هجوم وغيره فعنا بتوقع يعني اعلى شي يكون لدربلنج 83 سرعة 76 الباصات 78 والدفاع ايضا 78 الفيزيكال 77 والشوت 71 بتكون طاقات قريبة جدا من بعضها وطاقات يعني بتدر تقول لنا متكاملة او متقاربة يعني فلاعب جدا ممتاز وهذا بالنسبة لهذا اللاعب ننطقل على اللاعب اللي بادعنا واللي هو الكساندرو طبعا الكساندرو من افضل اظهر اليسار حاليا بالعالم فتقييم الموسم الماضي 7.52 لعب 37 مباراة وشارك ب6 مباراة كبديل حوالي 3400 دقية لعبها معدل تدخلات يعتبر جيد جدا 2.3 معدل اطال كرة 1.8 معدل ابعاد 1.9 معدل اعتراض تزديد 0.7 يعتبر ايضا جيد جدا بالنسبة للاعب ظهير فحصل على رجل مباراة 5 مرات بالرغم من انه مدافع فاوتو فيفا 11 طبعا 84 واللاعب ما زال عمره 26 سنة فيعتبر لسه صغير وطوله 181 سنتيمتر فبتوقع ان فيفا 18 رح يكون ريتنج عنده 86 فاكتبوا لي رأيكم بالكومنتات انا بشوف انه 86 مناسب لكن رأيكم ممكن يعني بعض الناس يختلف رأيه عني فبشوف انه 86 مناسب جدا السرعة 88 دفاع 82 فزيكال وبعصات 82 بتكون طاقات جدا ممتازة بالنسبة للاعب الموسم الماضي يعني عمل كذا الصراحة ما بعرف كم واحد بالضبط لكن لاعب عليه اسست رهيب يعني فلاعب الافضل اظهره لاقته جدا عالية فشي ممتاز بالنسبة للعب فهد طبعا كم بالنسبة لهذا اللعب ننتقل على لاعب اللي بعده عنه اللي هو الحارس بومن الحارس بومن الصراحة من الافضل يعني الحراس لموسم الماضي بالدوري الالماني فتقريبا اخد مع فريقه يعني المركز الرابع بالدوري من الرغم من انه يعني فريق ما يمتلك الامكانيات فتقييمه الموسم الماضي 6.87 لاب 36 مباراة حوالي 1200 دقية لعبة تسجل عليه 39 هدف بالرغم من انه يعني فريق ضعيف ودفاعه موها اللي تقدر تقول عليه انه ممتاز ولا شي دفاعه يعني اعتبر مثل دفاع اي فريق دفاع عادي لكن بالرغم من هيك يعني بس تسجل عليه 39 هدف فنسبة استقبال الاهداف 1.8 عملت 13 احصائيات ضربات الجازة ما عرفت او ما لقيتها يعني اساسا على الانترنت فحصل على الرجل المباراة مرتين بالرغم من انه حارس طبعا اوته فيفا 17 طبعا 80 الحارس منزل عمره 27 سنة وطوله 187 سنتيمتر فبتوقع ان فيفا 18 رح يكون ريتنج عنده 83 صراحة بيستهل حارس يعني حارس جدا خرافي فعمره 27 سنة بس ف83 ريتنج بيكون مناسب جدا ريفليكس 85 دايبينج 84 هند 28 والبوزيشن 79 بتكون يعني طاقات مناسبة جدا بالنسبة للحارس فهذا كان بالنسبة لهذا الحارس ننطقل على اللاعب اللي بعدها واللي هو رياض بودابوز طبعا اللاعب من اللاعبين جدا خرافين صراحة الموسم الماضي بالدور الفرنسي او نادي بومبليا طبعا فتقييم الموسم الماضي 7.52 لعب 34 مباراة حوالي 3000 دقيقة لعباء الموسم الماضي سجل 10 هدف وصنع 10 احصائيات مجنونة بالنسبة لللاعب تعتبر فعنده دقة تمرير 78.8 معدل تمريرات مفتاحية 3.5 متوسط التمرير بالمباراة الواحدة 55.3 فعندك حصل على الرجل مباراة 7 مرات وقوته فيفو 17 طبعا 79 لعب ما زال عمره 27 سنه وطوله 177 سنتيمتر فشوف انه فيفو 18 استحق ريتنج 83 صراحة بيستاهل على الاداء الخرافي او عفوا ريتنج 82 فصراحة بيستحق على الاداء الخرافي ريتنج 82 احتمال يكون اكتر كمان فلاعب من اللاعبين جدا خرافين عندك دربلنج 83 الباصات 81 السرعة 80 والشوت 79 شوف انه طاقات مناسبة جدا بالنسبة اللاعب يعني شوف احصائياته حصل على رجل مبارسة مع مرات بالرغم انه يعني مو لاعب مهاجم لاعب خط وسط يعتبر تدر تقول او صانع لاب فطبعا نفتخر في كلنا يعني هاد اللاعب من افضل لاعبين صراحة بالدور الفرنسي الموسم الماضي فهادا بالنسبة لهاد اللاعب ننتقل على اللاعب اللي بعد عنه اللي هو الكسندر لكزيت الكسندر لكزيت يمكن ان تدر تقول انه طاقات افضل مهاجم الدور الفرنسي الموسم الماضي بعد كافاني لاعب جدا خرافي الصراحة بالرغم من انه نادي اليوم ما يمتلك الامكانيات مثل نادي بارسين جيرمان لكن لاعب يمقدم اداء جدا ممتاز تقييمه الموسم الماضي 7.54 لاعب 40 مباراة وشارك بخمس مبارايات كبادين حوالي 3000 وهم اسمين دقيقة لعب الموسم الماضي سجل 37 هدف وصنع خمسة فعنده معدل مراوغات واحد فاصل اتمانية دقة تعتبر جيدة يعني تقدر تقول سبعة وسبعين فاصل اتنين معدل تزديد اتنين فاصل سبعة عندك حصل على رجل المباراة اداشر مرة وقوت فيفا سباطاش طبعا خمسة وتمانين اللاعب ما زال عمره ستة وعشرين سنة فبامكانه لسا ينتقل لاحد اندية عمالقة اوروبا يعني وطوله مية وخمسة وسبعين سنتيمتر فبتوقع ان فيفا طبعاش رح يكون ريتنج عنده ستة وثمانين هذا اذا ما كان سبعة وثمانين يعني انا احتماع الكبير يكون سبعة وثمانين لكن الشي اللي ما بيخليه يكون سبعة وثمانين انه بيلعب بالدور الفرنسي يعني لو كان يمكن مسجل هاي الاهداف بالدور الايطالي او باي دور يعني معادة الدور الفرنسي مثلا كان ممكن انه يعطوه ريتنج اعلى من هيك فبشوف انه ستة وثمانين مناسب جدا من السراع سبعة وثمانين لدريبلينك ستة وثمانين الشوت اربعة وثمانين تكون طاقات خرافية جدا بالنسبة لكزيت وعنده ايضا بصات ستة وسبعين تعتبر جيدة ديرتول فيزيكال سبعة وسبعين فطاقات جدا ممتازة بتكون بالنسبة لكزيت وهذا بالنسبة لهذا اللاعب ننتقل على اللاعب اللي بعد عنه اللي هو دانييلو بيريرا طب عن دانييلو بيريرا من افضل لعبين صراح الموصل الماضي المحاور خاصة مع نادي بورتو كان مقدم اداء يعني جدا ممتازة تقدر تقول فتقييمه الموصل الماضي سبعة فاصل تلاتة وثلاثين لعب اربعين مباراة وشارك بمباراة واحدة كبديل حوالي تلتة الاف وتسعمية دقيقة لعب الموصل الماضي سجل اربع اهداف وصنع واحد طبعا اللاعب دفاعي اكتر من كونه هجومي فمشان هيك ما بتلاقي يعني انه سجل بيسجل او بيصنع لانه اللاعب اساسا محور فعنده دقة تمرير جدا خرافية ثمانة وثمانين فاصل واحد معدل تمريرات المفتاحية واحد فاصل ثمانة متوسط تمرير خمسين فاصل تسعة بالمباراة الوحدة فعندك حصل على رجل مباراة اربع مرات ووتو فيفا سبتاشت طبعا اتنين وتمانين وتمانين وتقريبا ننزل للثلاثة وتمانين اللاعب ما زال عمره خمسة وعشرين سنة والطول مية وتمانين سنتيمتر فهي اعتبر طول جدا مناسب بالنسب اللاعب محور فبتوقع فيفا تمنتعش راح يكون ريتنج عنده ثلاثة وثمانين صراحة بيستاهل ثلاثة وثمانين على هالأداء يعني مع نادي بورتو هالموسم فبشوف انه فيزيكال ثمانة وثمانين دفاع اربعة وثمانين بتكون ابرز الطاقات عنده خمسة وسبعين البصات سبعين طبعا يعني سرعته تقدر تقول مقبولة يعني نوعا ما لكن بنفس الوقت يعتبر بطيئ يعني لو كانت سرعته مثلا خمسة وسبعين او هيك ممكن انك تقول يعني سرعته وتعتبر جيدة جدا بالنسبة اللعب حور فهذا كان بالنسبة لهذا اللعب ننتقل على اللعب اللي بعد عنا واللي هو دياغو جودين دياغو جودين افضل مدافعين بالدور الاسباني وبالعالم يعني لغاية الام قدم اداء جدا جدا خرافي مع نادي اتلات كومدريت تقييم الموسم الماضي سبع فاصل خمسة وعشرين لعب خمسة واربعين مبارا وشارك بمباريتين كبديل حوالي اربعة الاف ديال لعب الموسم الماضي معدل تدخلات واحد فاصل تسع معدل اطال كورة اثنين فاصل خمسة ومعدل ابعاد اربعة فاصل تسع فيعتبر جدا خرافي فعندك معدل اعتراض تزديد صفر فاصل تسع حصل على رجل المبارا مرة واحدة وقوته طبعا في فيفا سبتاش ثمان وثماني فهو اساسا بطاقته يعني جدا خرافية بلابت في فيفا سبتاش فاللعب ما زال عمره واحد وثلاثين سنة بيمكانه انه يقدم المزيد لانه بالنسبة اللعبين قلوب الدفاع يعني بيضلوا بييلعبوا اللغاية ما يصير عمره خمسة وثلاثين سنة فطوله مية وسبعة وثمانين سنتيمتر فبتوقع ان في فيفا ١١ يكون ريتنج عنده تسعين بشوف انه مناسب جدا صراحة تسعين يعني يمكن يكون تاني او مدافع باللعبة مع دراموس او ممكن يكون يعني من نفس الريتنج هو راموس وكليني وغيرهم فالمهم فريتنج تسعين بشوف انه مناسب جدا دفاع تسعين الفيزيكال اربعة وثمانين السرعة سبعة وستين يعني سرعته يتدر تقول انه جيدة يعني نوعا ما لكن مو هالسرعة اللي تعتبر ممتازة فبساط تسع وستين يعني ايضا تعتبر جيدة نوعا ما لاعب جدا وخرافي صراحة وبستاه الريتنج تسعين فاكتبوا لي اراءكم بالكومنتات هل يستحق تسعين ولا شو يعني شو تطلعاتكم بالضبط لطاقات قديم لعب فيفا ١١ فهذا بالنسبة لهذا اللعب ننتقل على اللعب اللي بعد عنه اللي هو روبرت ليفندوسكي ليفندوسكي خرافي جدا جدا الموسم الماضي يعني من افضل اللاعبين صراحة الروس الحربي بالموسم الماضي تقييمه للموسم الماضي 7.60 لعب ٤٥ مباراة وشارك بمباريتين كبديل حوالي ٤٠٠ دعية لعبة الموسم الماضي سجل ٤٤٠ هدف وصنع عشر اهداف فعنده معند المراوغات ٦.٩ تقدر تقول انه يعني يعتبر قليل شوي فدق التمرير ٤٤.٣ معدل تزديد يعتبر عالي جدا ٤.١ حصل على رجل المباراة سبع مرات وقوته في طبعا في ٦١٧ تسعين الآن ما زال عمره ٢٨ سنة وطول ١٥ سنتيمتر فبشوف انه ٦١ يستحق ريتنج ١٩ شوف انه مناسب جدا ١٩ هل تتوقع انه يكون ١٩ ولا اعلى يعني هو اكيد رح يرتفع بالراتنج اداء خرافي يعني من هال ٤٤ مباراة للعبة او ٤٧ مباراة سجل ٣٣ هدف وصنع عشرة يعني من هال ٤٧ مباراة للعبة شارك ب ٥٣ هدف يتعتبر احصائيات جدا خرافية بالنسبة لليفاندوسكي فبشوف انه ريتنج ١٩ بيكون مناسب جدا الشوت ٩٠ لدريبليك ٧٧ السرعة ٨٨ فيزيكال ٨٨ والباصات ٧٧ فاكتبوا لي اعرائكم هال ٩٩ يستحق ولا يستحق ٩٩ كل واحد ورايه يعني هذا كان بالنسبة لهذا اللعب بالنسبة لهذه الحلقة من السلسلة اللعبين راح ترتفع اتاقاتهم بلابت فيفا ١١ فبش شبابيك نوصل لنهاية الفيديو اتمنى فيديو اعجبكم اتمنى دعمكم زر لايك تشترك بالقناة ماكم تشترك وطبعا يعني هاي تقريبا الحلقة يعني ما بعرف فقديش رقم هاي الحلقة من هاي السلسلة لكن نزلنا حلقات كتير قبل يعني القليلة كانوا ست حلقات او خمس حلقات فرح بتلاقي ظاهرين عندك على الشاشة فاتمنى تتابعهم واتدعمنا بزر لايك يعني على هاي المقطع تكتب لي اقتراحاتك للعبين اللي نجيبهم بالحلقة الجاي فبس ادل الكلام دي اليوم اشوفك على الخيط فيديو الجاي في امان الله